اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مدينة أستان اليوم معاليد دكتور أبو الكلام عبد المؤمن وزير خارجية جمهورية بنجلادش الشعبية وذلك على هامش أعمال القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في أسيا سيكا المنعقدة في جمهورية كازاخستان وجرى خلال الاجتماع بحث مسار علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية بنجلادش الشعبية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات وفرص التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كما جرى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة والمسائل ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة